هل يصح الإسراع في القراءة أثناء الحفظ لأن الآية القرآنية و لا تعجل بلسانك و لا تحرك بلسانك لتعجل به الإسراع دون إخلال بأحكام التلاوة لا حرج فيه أما الإسراع الذي يؤدي إلى الإخلال بأحكام التجويد و أحكام التلاوة فهذا هو المحذور فلا بأس على القارئ أن يسرع في قراءته لكتاب الله عز وجل إن كان سيعطي كل حرف حقه و مستحق و سيلتزم بأحكام التجويد و هذا ممكن متاح فإن القراءة تأتي على أنواع منها ما هي متأنية مترسلة و منها ما هي متوسطة و منها ما هي سريعة لكنها جميعا ليس فيها إخلال بأحكام التلاوة و ينبغي أيضا أن يضاف ليس فيها إخلال بآداب تلاوة كتاب الله عز وجل أما معنى قوله تبارك و تعالى و لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه و قرآنه فهذا كان في بدايات نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم لما كان جبريل عليه السلام يتنزل بالقرآن على رسول الله صلى الله عليه و سلم فقد كان عليه الصلاة و السلام يكرر ما يتلقاه حتى تطمئن نفسه أنه حفظ ما تنزل عليه كما أنزل فطمأنه رب العزة و الجلال بقوله لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه و قرآنه فهو ربنا تكفل له بأن يقرئه و أن يجمع له هذا القرآن و أن يقرئه إياه فيحفظه دون هاجة إلى أن يتعجل بتحريك لسانه مكررا لما يتنزل عليه و الله تعالى أعلم